طيب هنروح لفريق الشباب وستما قلنا لحضراتكم اللي احنا بنتابع فريق الشباب وحضراتكم شفتوا قبل كده وقلنا في برنامج الابطال بنتابع الشباب والناشئين وجي اليوم اللي احنا فعلا محتاجين لنجوم الفرق دي عشان يعوضوا النقص الفريق الاول وان شاء الله يكونوا مولد نجوم كبيرة في الجولتين الفضلين الاهلي طبعا موليد الفين الشباب بقيادة كابتن صابر حسين بيفوز على سبورتينج بنتيجة 32-25 الماتشي كانت لعب مبارح على صارة الامير عبدالله الفيصل بنادي الاهلي الجزيرة الماتشي اللي جاي بالنسبة لهم هيكون قدام نادي المعادي يوم الثلاث اللي جاي ولو كسبناه ان شاء الله نبقى في صدارة المجموعة بإذن الله واخر ماتشي لنا هيكون مع بورسعيد يوم 24 نوفمبر بإذن الله الفريق ده مهم جدا 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 وسمح الله احنا من اول يوم في البرنامج واحنا بنتابع اخبار الفرقة دي والفرقة الاظر وخلينا اقولكم ان الموضوع ده مش بيكون بقى يعني يمكن اليد اكتر فريق او اكتر لعبة فيها الموضوع ده انه ممكن تدعم بالشباب اكتر بسكت مش قوي كده الطائرة مش قوي كده فاليد الحقيقة الفريتين دول في منتهى الاهمية وبيده اندكيشن وبيده يعني مؤشر الفترة اللي جاية في كرة اليد في النادي الاهلي ماشي ازاي الحقيقة وعملنا تقرير كمان مع الفرقة وشوفنا اخر استعداداتهم وبيتمرانوا ازاي واشتراكاتهم وتفكيرهم ازاي خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضرات كده الحمد لله على الفوز النهار ده الفوز قويس فوز مهم في طريقنا نحوه من اللقب ان شاء الله يعني وانا شايف عليك ان الحمد لله الحد كبير كويس جدا اننا الحد كبير ندي راحة لبعض اللاعبين اسنان مباراة لانا بردوك احنا عندنا ضغط في المنشاط كتير لانا حاجة بردوك احنا عندنا عدة كبير من لعبتنا المفترض انضام الفرقة الاول عشان يلعب نهايات الموسم اللي فات مع خبطار المحروس فدرت لحد كبير اوي يعني بردوك محملتش هليبت اوي اسنان مباراة يعني حاولت تعمل يعني يعني خلطة سحرية شوية ورايح ليبت شوية بحيس يعني اجي اخر مباراة انا في نسي بشكل كويس وفي حالك بردوك شوط مباراة باتت كويس اوي لنا وفي نصها لحد ما حصل نوع من المستوى النسي الشوية مجدد اجينا في الاخر فانيش ناها وليكن الحمد لله بردوك اللي كان مخطط لدوت ان ااخد في السبورتنج ااخد اجاديها طول طول مماطش واجه في اخر نصلا عشين ديها انا اعليهم الحمد لله الجيم كان مش كويس في الشوط الاولاني كان طلع تعادل بس يعني عندي اصابات كتير الفرقة لسه يعني انا بقلي شاهرين بس مجاكا والحمد لله يعني عملنا ماتشات كويسة احنا مشين تاني ورا الاهلي وبإذن الله ان شاء الله يعني نختم بمركز كويس ان شاء الله الحمد لله يبتدى يبقى فيها تحسن في الاداء اللي اول كنا بدين السيزون ان يمكن فيه زبزبة شوية كان فيه كورونا طبعا اثر على فترة الاداد وكده بس مع المبارات وكده قدنا ان احنا نرجع تاني للمنافسة ونطلع اول مجموعة تاني الحمد لله بعد ماتش النهاردة اللعيبة الحمد لله بتتمرن وبتعمل عليها الفترة الفادي كلها وان شاء الله هدفنا التطويق بلوطولة طبعا نركز في الماتشات وناخد كل ماتش كاي النوكاس عشان نفضل متصدرين الدوري وان احنا طبعا ان احنا الحمد لله احسن من كل الفرق وان احنا النادي الأهلي فطبيعا ان احنا الدوري وكاس بتاعنا كل سنة فان احنا بناخد ماتش بماتشور حد ما ان شاء الله نكمل بطولة الدوري وان نفضل على المستهان العائل وان احنا نصدر كبدينا نورة التعليمات ان احنا بتركيز صف الدفاع في اللجوم وان احنا كنا بديني الماتش النهاردة وانا كناش قوي في الشيط الاول وانا كده بديننا نركز والحمد لله نكسبنا موسيقى زي ما قلنا لحضراتكم الفريدة في منتهى الاهمية ولازم هنتابع ولازم هنحط الدوق عليك اكتر واكتر لان هو مستقبل كرة اليد في النادي الاحلي